النهاردة استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية طيب وركزوا في اللي أنا هقوله دلوقتي ده اللقاء شهد منقشة سبل تعزيز التعاون مع البنك الأوروبي ومساهمته في تمويل المشروعات المصرية أنت متصور لو أنه إحنا مش ماشيين في الاتجاه السليم قوي البنك الأوروبي هيتناقش معنا في حاجة؟ يعني أنت متصور أن الأمور دي بيبقى فيها مجمالات؟ طيب هكمل لك ده بيحصل في إطار إيه أو بيحصل في أي اي اي اتجاه ده بيحصل في ضوء استراتيجية جديدة للتعاون يعني فيه استراتيجي فيه رؤية اتحطت بالفعل ما بين الجانبين الجانب بتاعنا إحنا الجانب المصري والجانب الآخر بتاع البنك الأوروبي خصوصا فيما يتعلق بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة عايز تعرف أكتر؟ شوف معايا التقرير ده استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيدة أوديل رينوباسو رئيس البنك الأوروبي لإعادة الأمر والتنمية وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد سامح شكري وزير الخارجية والدكتور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي صراح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بنى السيد الرئيس رحب برئيس البنك الأوروبي لإعادة الأمر والتنمية مؤكدا سيادته على تقدير مصر للعلاقات المتميزة مع البنك خاصة في ضوء الدور المهم الذي قام به خلال السنوات الماضية كشريك في نجاح العملية التنموية في مصر ومعربا سيادته عن التطلع لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون مع البنك في ظل عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجاري تنفيذها في الدولة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي خاصة في مجالات الطاقة النظيفة ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر لس يما في ظل الرئاسة المصرية للقمة العالمية للمناخ كوب 27 وفي ضوء الزخم العالمي الذي تحظى به قضية التغيرات المناخية من جانبها أعربت رئيس البنك الأوروبي لإعادة الأمر والتنمية عن تشرفها بلقاء السيد الرئيس مؤكدة اعتزاز البنك بعلاقات التعاون الوطيضة مع مصر ومؤسساتها المالية المختلفة ومشيدة بنجاح الجهود المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي ومن ثم حرص البنك الأوروبي على تعزيز التعاون مع مصر خاصة ما يتعلق بتمويل مشروعة التحول الأخضر اللقاء شهد مناقشة سبل تعزيز التعاون مع البنك الأوروبي والعمل على زيادة مساهمته في تمويل المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر في ضوء إقرار الاستراتيجية الجديدة للتعاون بين الجانبين خاصة ما يتعلق بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة